ناخدها سريعا قبل ما نسمع الفيديو ماشي هو يعني أنا بس قبل ما نبعد شوية على موضوع الترامدول لأنه فكرة الترامدول والسحر الدور المصري مليان شعوازا وترامدول وترامدول بجد يعني للأسف فيه مدربين شغالين مع دجالين وسحرة بشكل غير عادي جدا وبيعتقدوا فيهم وبيروحوا لهم وبيجيبوهم تفاصيل لو اتقالت الناس هتكسب تنزل ملعب يا جماعة ما يصحش كده لو المسألة بهذا الشكل من النصب والدجال كانوا الدجالين والدول الأفريقية اللي بتعتمد السحرة راحت كاسعالم وخدت كاسعالم مش معقولة كده أرجوكم في القرن الواحد وعشرين وتصدروا هذه المعاني للعابتكو وبعدين لا أنا بتستفزيني جملة مهو السحر موجود في القرآن وكأن ده في حد ذاته تسليم بالاستعانة به طيب ما هو في القرآن وما هم معنى الآية وما هم مضرين به أحد إلا بإذن الله يعني في النهاية الأمر كله موكول إلى إذن الله سبحانه وتعالى مش لمجرد أنه موجودة هذه القوى الخافية فبقى ده سلاح خافي لا في الآخر ما رجعها إلى أنه لن حيضره ولا حيفيده إلا بإذن الله وإذن الله هذا مقروم بالعمل مش معقولة نغيب العمل ونغيب العقل ونغيب العلم ونركز في الشعواز وابد عذر اللي عبت إنها لما تهمت تقولك إسنى معمولين يا سحر وقل لك يا عم هيجيب وجون إزاي والله الشباة كانت مقفولة مقفولة يقول لك هتدخل إزاي ده مقفولة ما علينا هنا بس عشان طيب محمود من المنزلة السريعة محمود من المنزلة السريعة